ماذا هي بركات التسبيح؟ بصفاته، اشيل عينك عن آناء اللي فيك، ثم اضع عينك بالرب، وقل لها بصوت مليين، وقل لرب، وقال له عن صفاته، وقل له انت يا رب! ونرى وين انتصر، في كثير محلات وكثرت صارت في الإنجيل مكتوبة عن مثلا المصرة من خلال التسبيح، نحن نحكي عن نقطة واحدة ما نحن نحكي عن كتير لأنه في كتير نقطة كان في انتصار من خلالها طالما في شيء اسمه انتصار لألك بلش قوم عمال فعل التسفيح بلش بلش ما بده شيء جربوا معي قول انت قدوس انت يا رب مبارك انت عظيم انت يا رب أمين انت يا رب حميني انت شايفيني انت مخلصي بلش حكيت عن صفاته وشوف شو بتحس في داخلك كيف هم ترتفع وتقوى انسي انسي الانا منشوف في حدث صار بحرب كانت قيمة ها يهو شفاط وشعب الرب فابتدأ الشعب بتسبيح بصوت عظيم رجزوا مية اخوتي التسبيح مش هك بالداخل هو بصوت عظيم بفترة الحرب واليوم كان يهو شفاط هاجم الله ثلاث جيوش وكان هو مقتنع مية بالمية انه هو ما عنده القوة انه يقومي حارب هاي جيوش ثلاثة الهجمين لا ام شو بيعمل بيصفصف الجيش متل كل حرب بتصير بيصفصفوا الجيش بيحطوا المشات بالصفوف الامامية وبيعملوا مخطط ام يهو شفاط عمل مخطط شو بيحط بالصفوف الامامية الاشخاص المسبحين هني الدفاع اللي بدن هني يحموا الشعب بيحطوا بالصفوف الامامية اشخاص مسبحين منشوف لكن قبل الحرب كان في تسبيح اخبار الايام التاني منشوفها بعشرين اتمنتعاش تساطعش لكن فخر يهو شفاط لوجهه على الارض وكل يهوذ وسكان قرشالين سقطوا امام الرب سجدوا للرب فقام اللاويين من بني الكهاتيين ومن بني الكراحيين ليسبحوا الرب بلشوا يسبحوا بلشوا يسبحوا كان فيه ثلاث جيوش هجمين عليهم من هزمين عند القوة بلشوا يسبحوا ليسبحوا الرب اله اسرائيل بصوت عظيم جدا مش بصوت خفيف بصوت عظيم جدا واليوم بس ان احنا في انا مشكلة اليوم باسمة الميكروفون هم بيفضحنا ان اذا مش الميكروفون بنلاقي صوتنا منه صوت عظيم بس ولكن ما من مرنم من قلبنا مين هم بقول لا اكيد بينكشف لا ما بينكشف الصوت بلا ميكروفون حصدك صح يعني بيبين اذا عم نسبح من القلب او مش من القلب صح صح مشين هيك اليوم انا بدي شجع وعبدك تسبح بصوت عظيم انتي كدوس يا رب انتي مبارك يا رب انتي نصرتي يا رب انتي شفائي يا رب بدك تصنخ بصوت عظيم لا اذا الشي بيدل انه اليك حقيقي عم بيسمعك وانتي ايام ايمن انه انتي عم بتسبحه ومنتصر لانه ولا مرة حدا تدخل التسبيع وانهزم ولا ممكن ابليس دايما مهزوم بالتسبح هيدا مبدأ سابت منشوف لكن قبل الحرب كانوا عم بيسبحوا باسناء الحرب فاتوا على الحرب ضلوا عم بيسبحوا يعني قبل الحرب سبحوا فاتوا على الحرب عم بيسبحوا منشوف باخبار الايام الثانية عشرين ايه اتنين وعشرين ولما ابتدأوا في الغناء الغناء والتسبح جعل الرب اكمنة شو جعل الرب اكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الاتيين على يهوذة فانكسروا لكن بد الحرب بوسط الحرب ضلوا عم بيغنوا ويسبحوا كيف عم بيغنوا ويسبحوا يعني عم بيغنوا ويسبحوا عم من كل قلب عم بيسبحوا وهم بيصرخوا بصوت عالي هم بيسبحوا منهم هم بيطلقوا بالعيين انه هاجم الجيش هم بيطلقوا بانت يا رب قوتي انت نصرتي ايه شو صار شو صار فانكسروا كل شي امامك اليوم هم بيقوا عليك خايف منك بلش التسبيح بانت بينكسر كل شي امام الرب وبتنتصر هيدا هيدا مفتاح للنصرة طيب بعد ما سبحوا باسمة قبل الحرب طيب بعد الحرب شو لازم يعملوا خلونا نشوف كمان من بعد الانتصار شو صار على الاعداء كمان ضلوا يسبحوا ما وقفوا تسبيح الاخبار بالنصرة وبالبركات ومن جميع الحاجات اليوم انت عندك حاجات الرب بنصرك ويفيدها لك منه بالقوة لا بالكدرة بل بروحي قال ربي وكانوا ثلاثة ايام ينهبون الغنيمة دالوا ثلاثة ايام يغضوا 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 لانها كانت كثيرة وفي اليوم الرابع باليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركة بوين اجتمعوا بوادي بركة لانهم هناك باركوا الرب بلشوا يباركوا الرب لذلك بهذا وادي البركة اليوم بعدوا بسموه دعوا اسم ذلك المكان وادي البركة لكن الانتصار على كل شيء هو التسبيح اليوم بدي وجه كلمات لكل شخص مؤمن ويعرف التسبيح اراف انه التسبيح هو صلاح لربح النفوس وين نشوفها؟ نشوفها بعمل 16 وان بورسوسيلا كنوم يسبحه 16 25 27 شو صار هون بهذا الحدث ونحو نصف الليل كانوا بولوسوسيلا يصليين وضع بولوسوسيلا بالسجن من نصف الليل عدمي ما في كهرباء وجلمي وأكيد اكلنا قطل كانوا بالسجن وهون بعدما تأمنا بالماطع الاين انه تقريبا كل البسجن محكومة لين كمان بالأدام وكانوا بنص الليل يمكن جوانين عطشانين يمكن بردينين ما منعرفش الوضع الوضع يسمعونها يسمعونها حط حيالك مطرح السجين يمكن يسمعون خايفين مضطربين يسمعون كلمات كلها سلبية يسمعون تسبيح صاروا في شيء هم بيصير معهم صح اكيد يمكن هيدا هم بيضرب التاني يقولوا وقف هلا بلعجع هيدا بدو يحكي هيدا بدو يلعب ما بعرف شوه قفوا 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 صار كل السجن هم بيصغي للتسبيح بمصلي انه كل البشري تصغي للتسبيح شعب الرب اليوم يخلصوا هلا منشوف كيف لأنه كانوا مسجونين محكومة لين بالأدام باسمة محكومة لين بالأدام هلا منشوف فحدث بخطة صار بخطي زلزلة اليوم انا بدي هاك اتأمل انا وياكم واتحكينا انه الشخص المسبح بيكون عم بيعبر بجسده وصار زلزيل لتخيلت انا بولوس وسيلة عم بيصبحوا وعم بيعبروا بجسدهم بس ايديا مربوطين يمكن في قصة اندن يمكن في قصة اندن اجر يردو يحركوها شوي وقت هزت اجر بولوس هالأرض صار زلزيل لأنه شخص المسبح بيزلزل بيصير زلزيل لأنه بيكون بيسبح الراب فحدث بختها زلزلة عظيمة مرتين مواصف شيء عظيم حتى تزعزقت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها لكن اللي بيسمع التسبيح حتى بيفتح أبواب السجن عنده اللي لا بيسمع التسبيح يسمع التسبيح وانفكت قيود الجميع تتنفق قيدك وحاول أعمال فعل انك انت بلش تسبح مثل بولوسوسيلة وعندما استيقظ حافظ السجن وراء أبواب السجن مفتوحة استل صيفه وكان مزمع نبتل نفسه لأن المحكومة لاين بالأدام لأن المحكومة لاين بالأدام إذا هم هربوا هم يحكموا يحكموا من هذا هو بالأدام بديو يقضل حلو قبل أحسن مايروح هذا الموتي البشع اللي عم بيموتوا هني تحت وكان مزمعا يندش شيف شيء بشع هذا الشخص تيفضل أنه يموت حلو ليموت هك موتي بشع مثل هولستوجان هو شو كانت حيلتن ظنن أن المسجونون قد هربوا المسجونين ما هربوا حذروا لاش؟ يجب أن يسمعوا التسبيح لأنه يسمعوا شيء جديد لا يريد أن يذهبوا لأنه يريد أن يسمعوا ماذا يسمعوا؟ من أنني هون يعملوا هذا الشيء كلهم؟ ماذا يحدث؟ المسجون لم يهربوا يجب أن يسمعوا بلج وشيلة وكما أنا بدي أقول لك خلصت نفس مسؤول السجن لكن التسبيح خلص نفوس بهذا التسبيح خلصت نفوس ومن خلص الذي كان هو نطور عليهم وكان يمكن أن يعذبهم يمكن أن ينفذ العنوم فيهم مثل منه مطلوب منه هو خلصت نفسه الذي يريد أن يخلص نفوس لأنه يكون رجل أو مؤمن مسبح بيصير في خلاص نفوس وفقوا يود للآخرين وتنفتح أبويب السجن للآخرين بكل شخص عم يسبح لكل مؤمن اليوم ما توقفوا تسبيح كفوا تسبيح كفوا تسبيح كفوا تسبيح كفوا تسبيح تتربحوا بنفوس وتلعلم تنفك من السجن اللي هني فيه ومن حكم الموت اللي هني فيه لأنه كل خطيئة إجرتها موت وكل إنسان ما بيعرف الرب هيكون ميت مشان هيك بالتسبيح وتفتكوا يود الآخرين وتنفتح السجون وتتزلزل أبويب السجن وشو بيصير هون بيصير في خلاص نفوس منشوف هون ومننهي قبل ما ناخد بريك قيمتها بدي سبح وصلي بكل ما تكون هلأ فيه أشخاص بقول طيب أنا بالبيت عندي عيلي ويجو أحفادي وعندي شغال وعندي مشاكل وعندي بدايما بيحطوا عزار عندك ظروف صعبة شو بيقول بيعقوب خمسة تلتعاش بالظروف الصعبة قالك إنك تسبح كمان متل ما كان يسو بيأسعب ظرف ريح ينفذ حكم الأدم بالصلب وكان عم بيسبح شو صعبة قدي بده جهد ما بده إيمان لتدخل بنتصر بنتصر يسو تمام ما شيء ترابي حياته وخلصنا أعلى أحد بينكم بيعقوب خمسة تلتعاش على أحد بينكم مشاكات في أنك مشاكات منقول إيه؟ دير أنا وقف الأنا فليصلي فليصلي أما سرور أحد أما سرور أحد فليرتل يعني سبع يعني اليوم الصلاة تتقوم من المشاكات وفوت بالتسبيح لأنه كل رجل صلاة هيصير بسرور وأنه تصير مسرور هتفوت بالتسبيح لكن الصلاة إذا ما بتوصلك للتسبيح إذا ما صليت أمين؟ أمين منشوفه وين؟ بيحبقوك تلقتي 17 19 فمع أنه لا ليكي وضعوا شو كان حبقوك فمع أنه لا يزهروا التين ما كان فيه سجل تين منهم بيزهير ولا يكون حمل في الكروم وبالكروم ما في حمل ما في سمار يكذبوا عملوا الزيتونة كمان ما فيه يعني ليش في موعة الآخر حبقوك والحقول لا تصنعوا طعاماً ينقطعوا الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المذاود ما في شي عنده يعني كحط من جميع النوع ما في شي مسكرة ماء من كل شيء وكل إنسان عم بيسمعني مسكرة ماء من كل شيء شو ما بيعمل مسكرة شو ما صار مسكرة شو كل شيء كان ماء وراح وكان ماء ومادي وراح وكان فيه شو ما كان يكون شو ما كان وضعه ليكي شو بيقول حبقوك فأني أبتهجوا بالرب وأفرحوا بإله خلاصي كان مبتهج بالرب ليش لأنه حاط عينه علىه أمين وهم بيقولوا أنت شو بيصير فأني أبتهجوا بالرب وأفرحوا بإله خلاصي الرب السيد قوتي لكن الرب شو السيد قوتي ويجعل قدمية كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي كان دايما بي مبتهج بالرب عم بيصبح الرب وكان الله المرت و جبي لي للالاليات وطلع الجبل للالاق التسبيع وطلع الجبل وقول الرب هي بيمشيني دايما بالمرتفعات رغم كل زروبه وكل وضعه وكل القحط اللي هو فيه كان دايما بالمرتفعات وشو بيقول ويجعل قدمية كالأيائل كان يمشي على جبال متل غزيل متل الغزيل يمشي على الجبال كل أيائل يمشي ومرتفع دايما رغم كل ظروفك بالتسبيح حبتهش بالرب بلش احكيه بصفات الرب وحكيه عن أنت يا رب حتنتصر حينهزم إبليس بحياتك حتبلش تربح نفوذ حتبلش ترتفع وكون مبتهج دايما برغم كل الظروف اللي أنت فيه هذا الموضوع توني موضوع كل مسبح كل مرنم كل مؤمن كمان مختبر الرب بيعرف شو هي أهمية التسبيح بحياته والصلاة والتسبيح ومتل ما قلنا التسبيح هو صلى مرتين يعني كتير سريع يدخلك إلى محضر الرب وهيدا الشي أنا عم بستفيد منه صراحة في كتير قصص ما بعرفها وخاصة الأحداث هالأدب العمق عم نفسرها وعم توضحها حضرتك أنا صراحة عم بستفيد منهم وهيكي تعزيت فيهم وباركوني نستفيد من أنت أنت يا رب مشان هيك مشاهدينا نزيح الأنى نموت عن الأنى نشيلها من كتابنا ومن حياتنا ونقل له أنت يا رب وتكون هالأنت بس للرب مش لأشخاص